موسيقى انا شفت شي هائل قدامي برجع عبيتي انا سيارتي ساقتني اخدتني عراس بيروت انا رحت اتفقت ذاكرتي هنيك لشوف اذا قال انتجار لغالي ذاكرتي ولا لا بيروت عبر تاريخها الطويل شهدت الكثير من النكبات والكوارث حتى مرفق بيروت ضرب ولكن لم يذكر التاريخ بحياته ان بيروت نكبت بنكبة او كارثة هيروشيمية كما حدث مساء يوم الثلاثاء باربع ايضا اشتركوا في القناة 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 لانه في دم هي من قبيل اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محل ما في الأسور بس إنو ضمار متل هيدا ما بيحييتنا شفني شفنا تلتين سنة حرب بس ما شفنا هيك شي ضمار هيك ما شفنا أضرار هيك وما متصورين إنو بيصير هيك شي ما حدا ميتصور إنو بيصير هيك شي موسيقى كان عن جد فاجعة للبنان فطلعناها مع ديك أسود للأسف رجعنا طلعنا هيدا ديك الأسود اللي طلع وقت استشهد جبران لأنو كان لبنان كلو مفجوع بالليسار طبعا تختلف اليوم التقديرات حول حجم الأبنة التراسية المدمرة الرقم المتداول هو إنو ببيروت تدمر حوالي ستمية وأربعين مبنى تراسي هني عبارة عن بيوت عبارة عن بنيات عبارة عن متاحف عبارة عن مراكز دينية عبارة عن خسور وأنا أيضا خرقت إنو في ستين من أصل ستمية وأربعين لا يمكن إعادة بنائهم يعني تعرضوا لإندسار لتدمير شامل وإندسار ممكن تقول لي مش مهم الأشياء بس كمان هيدا رامز من رموز بلدنا من رموز تاريخنا من رموز سياحتنا بلد سياحي لو نحنا من ضبط لهالبلد هو بلد سياحي ما فينا نقول منه بلد سياحي بلد ثقافي بلد التربية بلد الصحة المعالم الأثرية في بيروت من مئة سنة إلى الآن ضع منها الكثير لا دولة الانتداب الفرنسي حافظت على التراث البيروتي ولا حكومات الاستقلال حافظت على التراث البيروتي الحي موزع بين بيوت ومهام تحت البيوت في مصالح صغيرة بتعمل هالحي وبتعمل علاقات إنسانية بيناتهم علاقات إنسانية ما بتشبه علاقتك بالسوبرماركت وقت تفوت عليك بالسوبرماركت أنت رايح تشتري غرض هون أنت رايح تسلم رايح تتطمن رايح تتحدث وبطريقك بتشتري الغرض الصداقات والصحبة ما بتتكون بالأبراج تتكون في الأحياء من هون إجت كلمة الحي الحي بيعمل حيات الأبراج متل متل غيرها وين ما كان بتلاقي أبراج روع نيويورك بتلاقي أبراج روع عبوظة بيبتير فيك تعيش في دبي؟ في أحد الأبراج بالعالم موجودة في دبي ليش أنت اليوم إذا بتلاحظ واتيجوا الأجانب لعنا بيعشقوا مدننا لأنه هيدا الموجود عنا صار مفقود بالغرب هيدا اللي بيشوفوه هون اسمه روح المدينة يعني هي بتعطي روح هي أبنية صاح ومصالح صغيرة صاح بس هي وهيك عم تعطي روح معينة المدن الحديثة والمدن الكبرى لا تستطيع تحمينها بيت سرسوق من العائلات اللي توطنت ببيروت من العصور الوسطى وبنوا قصور وما تزال هذه القصور موجودة بالأشرفية فيلا ليندا سرسوق هي أنموزج جميل جدا من بناء حاول أن يزاوج بين الصورة الأوروبية والمفهوم اللبناني من القناطر هي تقوم على ثلاث قناطر رئيسية وهي من طابقين فقط أظن عندما تخني الذاكرة أنها بنيت سنة 1880 وجرى ترميمها في سنوات لاحقة هي الآن متحف جمالي كبير الذي أصابها في هذا الضرب المؤذي المجرم الذي أصاب بيروت أن ما فيها من تحف من أثريات من ثريات من لوحات من ما نسميه بلغتنا العامية الأنتيكات التي جمعت بدموع العين كما نقول وبحرص شديد ورقي فني لا يمكن أن يتصوره العقل العادي قص كبير منها تحطم تشوه أصر سرسو دماره كبير وهلأ عم بيبلشوا نرجعنا نجيبنا نحاتين اللي كانوا موجودين بالزمنات اللي بعضهم طيبين يرجعوا ينحتوا يرجعوا يسيوه الصاف يرجعوا أول شيء يشوفوا إذا بعده الأصر مكن للسكن هذه الأعمال والقطع الأثرية الفنية لا يمكن أن ترمن بوساطة حتى تعود إليها جماليتها ورؤيها الفنية قصر ليندا سرسوك كارثة فنية ثقافية اليوم هنيو عم بعيدوا بنائها عم بيقللوا من قيمتها التاريخية لأنه مجبورين يحطوا فيها منصات للتكنولوجيا كل شي بينبنى بالتاريخ كان مدروس فيه الهواء مدروس فيه التناسق العمراني مدروس فيه راحة النظر ومرأة عليه أجيال كل جيل حتى فيه بصمة معينة إذا بتجي على لبنان البصمات واضحة إحنا عم نحكي عن بصمات من أيام الفنيقيين مروراً بالعهد الإسلامي مروراً بالصليبيين مروراً بالعثمانيين والرومان نسينا أكيد بعدين الفرنسوية بعدين كل شي حديث صار بلبنان قبل الحرب وحتى الحرب كل هؤلاء لهم بصمات بتاريخها المدينة هاي في أسرات ما بيرجعوا أنا مسؤول عن نادي نادي تياران لبناني اللي بلزق أسر كوكرين هاي دا راح كله ما بتصدق ما بيصار كان فيه عنا شي عربين شخص اللي عربين راحوا على المستشفى وفهمنهم خطرين بس بعد طلعوا من الخطر يعني وراح كله نادي وكان فيه أثارات فيه راح كله مراح نصر أسر كوكرين كمان إذا بتاخد انت لنقول جامع محمد الأمين فيه جزء عسماني فيه جزء لبناني إذا بتاخد الكاتدرائية اللي حد منه واتنيناتهم هول اليوم مدمرين فيه كتير من تشكيل العقل وتشكيل الوعي عند بفن العمارة هاي دا ما فيك تجيبه مع التكنولوجيا التكنولوجيا بتنسخ مسجد المجيدية تضرر هيدا أنشئ بعهد السلطان عبد المجيد وكان بالأساس قلعة وكان زاوية هذا المسجد أصيب بأضرار كثيرة في أيام ماضية ثم أصيب خلال القتال الأهلي الذي عمّ لبنان من سنة 74 بأضرار كثيرة جدا جدد ورمم واعتنى به الناس وأصبح قبلة للأنظار في خمسينات القرن العشرين وأربعيناته وثلاثيناته كان مسجد المجدية هو مسجد تجار بيروت المنطقة المحيطة به كلهم تجار تجار مال القبان تجار الجملة تجار الأخمشة تجار كلهم كانوا يلتقون في جامع المجدية وكما يقولون يعني في لغة أهل بيروت كان جامع الكبار أنه تلاقي فيه الناس من مختلف الجامعات وكلهم أغنياء ومنه كانت تخرج التبرعات والأعطيات للناس كتدرقية مارجوريس هذه كتدرقية صارت مدمر عدة مرات زلزال خمسمية وواحدة وخمسين دمرها وعيد بناءها ألف وسبعمية وتسعة وخمسين لم يكن ترميم صحيح وعيد بناءها مرة تانية ألف وسبعمية واثنين وسبعين وعيد بناءها مرة رابعة ألف وثلاثة بعد الحرب الأهلية وهلأ أيضا تعرضت لخراب كبير هي من المعالم الأساس في مدينة بيروت بدأ العمل على بنائها حوالي سنة 1284 وانتهى العمل الأساسي فيها بعد ذلك بأربع سنوات ميزة هذه الكاتدرائية أنها بنيت على نمط كاتدرائية كبيرة في روما كاتدرائية المريمية صممها مهندس إيطالي وهي في تشكيلها على شكل صليب لها جناحين وامتداد طولي وصقفها مجوف وشهدت هذه الكاتدرائية كثيرا جدا من مظاهر الحياة السياسية والوطنية في لبنان وأصيبت بكثير من الأهوال أيضا جرت عليها قصف وتدمير ودمرت بشكل كبير خلال سنوات الحرب الأهلية ثم أعيد العمل بها في زمن البطرياريك الكاردينال مار نصر الله بطرس السفير وبعادة إلى العمل سنة 1834 انتشر الطاعون والطاعون معدة مثل كورونا لذلك تم الاتفاق أي سفينة بتجي أي سائح بيجي أي قبطان بينزل ممنوع ينزل إلى الأسواق التجارية لأنه كانت السفينة مش أنه تفضي نهار وثنين يوم تسافر كانت تبقى فترة طويلة قرروا إنشاء الكارنتينة لأنه ينبغي أن يحجر كل راكب لمدة أربعين يوماً فالكلمة فرنسية من كارنتين يعني الأربعين هذه المنطقة الكارنتينة كانت تضم كثيراً من محدودي الدخل والمهجرين والعمال الميومين فكانت منطقة فقيرة المستشفى ازدهر هناك لإقبال هؤلاء الفقراء تحديداً للتطبب فيه أو بالاستشفاء فيه وهذا المستشفى التاريخي أصيب بذاته أيضاً عدد من أفراد طاقمه الطبي والتمريضي أصيبوا ومنهم من استشهد في هذا الحادث مستشفى الكارنتينة هو مستشفى الدولة اللبنانية هو مستشفى ملجأ الفقراء ملجأ المعدمين وملجأ جميع المواطنين حرمنا بفجائع هذا المستشفى من أمور كثيرة والأمل أن تتضافر الجهود لنعيد هذا المستشفى إلى مكان عليه حتى ترى كله مدمر وتتطلع كل هالهوية اللي كانت عم ترجع تتعمر هاللبنان عم يرجع يتعمر رغم كل الصعوبات رغم كل الدمار رغم كل المقاسة عم بتشوفه أنه كله رجع تدمر كيف بده ينبنى كيف الصورة اللي بده يتركها هالصورة هيك حلوة واحد تبقى قديش الزاكرة كلما واحد هنجمروا أحد كل هالمعالم يرجع يشوفهم هيك مدمرين قديش شي هيين قديش شي صعب للجيل الجديد يعني الشي كتير صعب هيدا هو هيدا طابع لأمراني اللي غير مخطط اللي نمى مع التاريخ واللي صار فيه أحياء إلى طابع يمكن انت إذا بشيروك منها بحطوك بمنطقة تانية بشقة حق مليون ونص دولار ما بتحس بحالك انت بتحس بحالك وقت تطلع على هالبلكوني صباح الخير يا جار قرب شراك بقهوة تنزل عالشارع تحلق عند الحلاء اللي بعيد عنك شوي تحكو شوي بالسياسة لازم نحافظ على هذه البيوت التراثية لأنه هيدا ذكرياتنا وهيدا ماضينا وهيدا حاضرنا وهيدا مستقبلنا طبعا في ناس يمكن فيه إغراءات في هذه الظروف الصعبة أنه بيتك حق والقاد بعطيك دوبل وتريبل لذلك لازم نحافظ خاصة بهذه الظروف الصعبة على هذه البيوت نحن ليش منميز بين الخسائر وبين الأكلاف إعادة العمار الخسائر فيه إلى أبعاد ما خاصة بكلفة الحجر ولا خاصة بشغل المهنسين ولا خاصة بشغل العمال فيه كلفة خاصة بالذاكرة خاصة بالبعد التاريخي البعد الأسري بعد تناسق موجودات المدينة اللي صارت عبر عصور مختلفة بعد خاصة بالنسيج الاجتماعي هؤلاء الأوقات ما فيك تردهم تاريخ كامل كنت تفرجيه للعالم ما بقى فيك تفرجيه بصير تفرجيه صور بصير فيك تخبر قصص بس تفرجيه حيه متما كان فيه إشي كتير ما بقى تقدر تفرجيهن بتواحد عاطش إيده وعاطش شجره وعاطش راسه بتفرجيه الباقي بتخبره كيف كان بتفرجيه الصور كيف كان بس ما بقى فيك ترجعه أنا بالنسبة لي هاي من آخر الفرص ممكن تكون كرماليك عم برعب بقلك خالينا نتوحد نلملم أوجاعنا المصيبة بتجمع نجتم يعني كرماليك نخلص هالبند نفرج هيدا المثل هاللبناني اللي عايش موحد من كل التوايف من كل المذاهب من كل هال اختلافات بالأفكار وبالبداكيه وهدا الاختلاف إيام غنى وقت اللي بتشوف هول التين ايجرز اللي مفروض يكونوا ضبوا وشندتوا ونفلوا لأ بعضهم عم بيغنوا ونازلين بالشوارع ينطفوا عم بينطفوا ومصرين إنه بدون يساعدوا هالختيار وهالختيارة وبيوت بتطلع بهالأحية الأديمة بالجميزة ومنخيل هالبيوت الأديمة اللي ممكن تنهار يعني عندك شي بيوجه التراث في بيروت هو فقط ما تحفظه الأجيال في بالها في ذاكرتها في كتاباتها أما هذا التراث المادي فقط تشوه أعطيك مثال تلك الأسواق القديمة التي عرفها أهل بيروت وأهل لبنان ساحة الشهداء سوق سرسق سوق أياس سوق النورية سوق الجملة سوق الصاغة كلها أين هي هناك كان يلتقي لبنان عن بكرة أبيه المسيحي مع المسلم مع العلوي مع الدرزي مع السني مع الشيعي مع الكاتوليكي مع الروم كلهم ولديهم مصالح مشتركة وتجارات مشتركة ومن هناك كانت تنطلق الحافلات من خلب بيروت إلى كل هذه المناطق وكلهم يعرفون كلهم الآخر ما من أحد كان غريبا على أحد وكلهم يرتبطون بعلاقات اليوم أين أصبحنا؟ اللي كان يحمل السل على ظهره تروح أمي الله يرحمها تلمن عند الخضرجي يضب الله تلمن عند اللحام يضب الله بسوء اللحم سلها الأدية يعني طولي وطولك حطوا على ظهره شوها العالم اللي تحت يضبلون إياهون ويمشوا والناس تحكي مع بعضها وكلهم ما بس كان في حكي اندخلت اليوم إلى ما يسمونه اليوم السوق أياس أو السوق الطويلة هل تجد تلك الروحية ستجد أذقة فارغة وأبنية مهجورة ومحلات الله أعلم كيف تبيع ما عندها من مضائع إذن التراث فقط أصلح فيما نكتبه عن بيروت القديمة عن قيمها وناسها وبرأيي كفانا أن نكون ماضويين الماضي تشوه ابتعد عننا وكثيرون فرحوا بدفنه هيدا هو مدينة هلا المدينة الجديدة ما فيها تواصل مدينة مبعد الحربة فيها تواصل يعني بنينة عمارات شاهقة معمولة بطريقة جميلة جدا بس فقدت روحها وبيروت كانت أحسن من هي بصراحة موسيقى موسيقى وطلع بولادة بقول هل لازم عيشون هيدا الشي إذا أنا هلقد إنساني مؤمنة ومعلقة بأرضي وبوصني وببلدي هن لازم يعيشوا هيدا الشي للبناني كمان إنه مش حق يضل عايش إنه لازم يترك هالبلد يفتش على محال تاني يروح يعيش فيها تا يقدر يستمر ويكفي ويعايش عائلته إنه شعور كتير صعب بس إنه أنا إنساني بقول بضل في أمل في أمل وقت اللي نكون موحدين في أمل وقت اللي متعالى متعالى عن الكراسي متعالى عن الزواريب وقت اللي منحيد لبنان وقت اللي كل واحد ما بيعود هو أناني وبيفكر بها البلد في أمل وقت اللي بتشوف كل هالشباب اللي كانت عم بتنظف وتلم أزاز وتلم كل شيء إيه أكيد في أمل إنه بكل هولي في أمل وبيقول لك اللبناني بيحب بلده هلأ بيهاجر بيهاجر اليوم بحث ما فيه مستقبل لأولاده عم بيهاجر أولاده بس مع الوقت أنا بقول لبناني بيرجع وبيرجع أحسن مش أحسن من قبل بس بيرجع لبناني طيب متى سيبدأ إعادة أعمار ما تخرب بعد أربع عام؟ كمان هذا إحنا ما عنا جواب عليه لأنه هيدا الجواب عليه مرتبط بعناصر غير اقتصادية مرتبط بعناصر سياسية مرتبط أيضاً آه بدغوطات وضغوطات متبادلة وسوف يدخل أعمار مدينة بيروت ببزار الشروط حول مستقبل لبناني اقتصادياً بلد صغير قوام بيتزبط قوام قوام بيتزبط اقتصادياً بس يقبلوا هالحاكمين اللي عنا إيهم وإن شاء الله يتغيروا كلهم حس كلهم بدون نغيار مش همني شخصياً سيستام كله بدون غيار أصبحت الأمم كلها الآن تتنافس للسيطرة على ميناء بيروت لإعطاء تراث جديد لبيروت سلطة سياسية مختلفة لبيروت ورؤية حضرية وثقافية مختلفة لبيروت أنا أنظر إلى كل هذه الأمور بقلق شديد أتمنى الخير لبيروت وللناسها عبر مرفائها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر